عقدنا العديد من الاجتماعات مع ممثلي النقل البحري يتحجون البحجج أنه لا توجد موافقات أمنية أنه لا توجد مسار في نهر دجلة صالح للنقل البحري الموافقات الأمنية ممكن يعني كأي وزارة تستحصل موافقات بسهولة أما موضوع مسار في نهر دجلة فعطناه مقترح أنه يحددوننا مسار بالنهر وإحنا بكراءاتنا ننكري هذا المسار صالح بس بدون نتيجة هم اللي عملوا شنو إحنا خصفنا 22 مارسة صح هم علنوها يعني استثمار يعني تركو الموضوع الرئيسي اللي هو التكسي النهري وعنوه استثمار والاستثمار اللي صار إحنا طبعاً لنا قوانين خاصة بنا قوانين استخلاء الشواطئ اللي ينص على عدم إقام أي مشاهدات ثابتة داخل حوض النهر أو داخل المحرمات خط التهذيب يقدم مزاعة نسكيلو لا إحنا من خط التهذيب عندنا 15 متر آه جميل جدا أي 15 متر من الحافة العليا للتكسي آه محرم قط التهذيب حل بداخل حوض النهر فهم أقاموا منشآت ثابتة مدن ألعاب كافيات مخالفة بصورة يعني شاملة نقدر نعتبره هو أمر من جبرة بليل يعني موضوع التكسي النهري هي بدعة حجة لأنه يتحول إلى مراكز سياحية ومطاعم وكافيهات هو التكسي النهري موجود يعني كزوارق موجودة يعني لا يقليم عن 20 زوارق موجود وشون الفائدة من مشتر لكن متروكة من 2010 إلى حد الآن ما استخدمت ولا رح تستخدم وما عارف عن الموضوع وأكثر من اجتماعي نعقد بهذا الموضوع وبدون أي نتيجة زين تقدر تسمي لهذه المطاعم والكافيهات اللي صارت على ظلفات نهر دجلة أي عدنا بالعظمية قطنيها بالأسماء رجان أي مرسى العظمية ها مرسى العظمية مرسى ماذي؟ يعني تجاوز مرسيا عدنا مرسى خضر الياس نعم عدنا مرسى الكاظمية عدنا مرسى الخضيري ومرسى عين النسر هاي بتجادري يعني عدد هنا جدا تسمى خمسة؟ ومرسى بابو ناس حل هاي المستغلة حاليا البقية ما مستغلة طبعا هس الوزير يقول يعني استغلت من بعض المستثمرين هل تؤيد من يقول أن هذا الموضوع مو موضوع مستثمرين هذا تلميع الموضوع أنه جهات سياسية متنفذة هي التي تسيطر على هذه المطاعم الكافيهات احنا رفعنا دعاء القضايا على المستثمرين برزع عقود وينقل البحري مع النقل البحري عقود تنص لمدة معينة ومقابل أرباح معينة وإيجار معين وفتشروط بيخاصة بالنقل البحري احنا شروطنا يعني بالاستثمار لازم يقدمون في التصاميم خاصة يعني طابق شروطنا أي تصميم ما قدمونه نهائيا يعني وبقى على تجاوزهم والمخاطبات والكتب والاجتماعات بدون أي نتيجة ترجمة نانسي قنقر